وصيتي لكم يا اخواني حيا وميتا كونوا من دعاة التأليف بين القلوب ولا تكونوا من الدعاة الذين يسوءهم اذا رأوا المسلمين متآلفين متكاتفين متعاضدين فيكونوا شرارة توقد نارا عظيمة من الفرقة والانقسام في الاسلام وانا ارى والله اعلم ان الطعن في العلماء ان الطعن في العلماء ما بين تبديع وتفسيق وتخوين هذا من نفخة الشيطان ومن تحريشه فلا يجوز للانسان ان ينتسب الى هذه الطائفة التي تفضي الى تبديع العلماء و الى انكار جهودهم و الى تخوينهم و الى وضع علامات الاستفهام عليهم او كتابة التقارير للدولة فيهم ظلما و عدوانا انما هؤلاء جنى منهم الصف الاسلامي الفرقة اي اخوة بالله فعلوها اي تآلف حققوا على ارض الواقع لا نعرف انقساما في الصف الاسلامي كانقسامه كانقسامه بعد خروج هذه الطائفة حتى انهم صاروا يتتبعون المشائخ في بلاد الكفر اصالة وهذا والله مخالف لقول عز وجل ها ان هذه امتكم امة واحدة و مخالف لقول عصات والسلام كونوا عباد الله اخوانا و هذه الطائفة لا تريد الامة ان تكون امة واحدة ولا تريد من اهل من الدعاة واهل الاسلام ان يكونوا طائفة واحدة فاعظم عدو عندهم الجسد الواحد والبنيان الواحد فهم يريدون ان يقتلوا هذا الجسد و ان يدمروا هذا البنيان و يفتت لبناته خدمة لاجندة الصهاينة و الغرب الكافر فالشيطان استجراهم على باثرات الصف الاسلامي